شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عرب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول تهذيب النفس وقبل أن نبدأ بالموضوع نقدم مقدمة هي أن الإنسان عندما يولد يولد وتولد معه أربعة أبعاد بعض هذه الأبعاد لها وجود بالفعل وبعض هذه الأبعاد لها وجود بالقوة والوجود بالقوة هو نوع من أنواع الوجود بالفعل إذا لوحظ في حد ذاته وإن كان يطلق عليه الوجود بالقوة عندما يقاس إلى وجود منتظر مثلاً مثلاً أنتو عندما تأخذون نواة هذه النواة لها قابلية فيما إذا توفرت الشروط الملائمة أن تتحول إلى شجرة هذه القابلية هذه القابلية في هذه النواة نواة لها وجود بالقوة بالقوة لذلك عندما تضعون حصات إلى جانب النواة ما هو الفرق فيما بينهما الفرق أن النواة تملك هذه القابلية وهذا الاستعداد بينما الحصات لا تملك هذه القابلية وهذا الاستعداد هذه الأبعاد الأربعة بعضها لها وجود بالفعل وبعضها لها وجود بالقوة وهذه الأبعاد الأربعة عبارة أولا بعد العلم ثانيا بعد العقل ثالثا بعد البدن رابعا بعد النفس أولا بعد العلم جهود جهود طائلة تصرف على الأبعاد الثلاثة الأول أولا بعد العلم الإنسان الإنسان عندما يولد هل يعلم شيئا لعله والله أعلم يظهر من القرآن الكريم أن الإنسان عندما يولد لا يعلم شيئا الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالطفل لا يعلم أي شيء بما للشيء من العرض العريض وإذا الآية فرضا لم يكن لها لا يراد بها العموم الاستغراقي فمعارف الطفل معارف محدودة جدا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الطفل يعلم أن اجتماع النقيضين محاز لعل الظاهر من الآية الكريمة لا يعلم أن ارتفاع النقيضين محال لا يعلم قانون الذاتية الذي بني عليه المنطق الحديث الظاهر لا لكن في هذا الطفل أكو قابلية هذه القابلية لا تجدونها في هذا الجدار الجهود تبذل جهود عظيم وإذا بالطفل ينتقل من تلك الحالة من الجهل المطلق إلى قمم لعله في العلم والمعرفة أنتم لاحظين أن الطفل يلمس كل شيء تحت يدي هذا باب من أبواب المعرفة بعدين يأخذ هذا الشيء يضعه في فمه هذا باب ثاني من أبواب المعرفة كل نظرة باب من أبواب المعرفة كل اللمس باب من أبواب المعرفة كل السماع باب من أبواب المعرفة الغريزة التي أودعها الله في الطفل دا تنمي في هذا الاتجاح تنمي عجيبة قبل مدة بعض العلماء ذكروا طبعا لعله تخمين أن المعلومات التي نحملها نحن البشر في حياتنا المقدار المتوسط تعلمون كم نحمل من المعلومات إذا تدون الإنسان المتوسط يحمل تسعين مليون مجلد من المعلومات في خلال حياته بعدين الأبوان يهتمان اهتمام حثيث بتنمية هذا الطفل في هذا الوقت يضعونه في المدارس بعدين الإنسان يواصل هذه الحركة العلمي وبهذا ينتقل من الجهل المطلق من مرحلة لا تعلمون شيئا إلى مرحلة تسعين مليون مجلد البعد الثاني بعد العقل والشيء الذي يبدو لنا في بادئ النظر أن العقل يختلف عن العلم العلم مجموعة من الإدراكات ومجموعة من الصور الذهنية ولكن العقل عبارة عن القدر على التشخيص وعلى التمييز وعلى معرفة الضار ومعرفة النافع والقدرة على الموازنة بين القريب والبعيد وترجيح المنافع على الأضرار هذه هي القدرة العقلية أيضاً هذه تبذل جهود طائلة لتنمية هذه القدرة فينمو الإنسان ذلك الطفل الضعيف الذي لم يكن يستطيع أن يميز بين الضار والنافع وأن يقيم وأن يوازن وإذا به يوازن ويرجح ويفكر ويختار البعد الثالث بعد البدن وواضح الجهود التي نبذلها جميعاً ويبذلها البشر جميعاً لعله أغلب جهود الإنسان مسخرة لهذا البعد بعد البدن تنمية هذا البعد الحفاظ على هذا البعد بدل ما يكون البدن مسخر للإنسان الإنسان يصير مسخر لهذا البدن ويركض أربعين عام ثمانين عام لهذا البدن بعد ما يموت لم يصنع شيئاً إلا لهذا البدن الشيء اللي نتج من هذا الركض ثمانين عام عمارة في العاصمة هاي العمارة لمن لهذا البدن النقطة التي نريد أن نشير إليها في هذا البعد إهمال البعد الرابع البعد الرابع وهو بعد النفس بعد مهم الأبوان لا يتوجهان إلى هذا البعد أنتو شايفين أب أو أم يراقب نفسية الطفل ويدرس نفسية هذا الطفل من الناحية البدنية الآباء الأمهات جداً مواظبين أي اختلال أنتو عندما تلاحظون الاختلال الجسدي إلى مظاهر الطفل ما يتمكن يمشي الأبو يفكر ليش ما يتمكن يمشي يودي إلى الدكاترة هذا المظهر من عجائب الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أنه جعل للمخابر مظاهر لعله كل مخبر له مظاهر يلاحظون هذه الظواهر ويحاولون الانتقال من هذه الظواهر إلى ما خلفها من البواطن ولكن نفسية هذا الطفل هذا الطفل عندما يقول هذه الكلمة أو يتخذ هذا الموقف أو يعمل هذا العمل هذا يكشف عن ماذا في نفسيته إحنا مرة ذكرنا في حديث قديم أنه النفس مثل معمل أنتو عندما تشوفون إنتاج هذا الإنتاج يدل على طبيعة المعمل هذه الكلمة وهذه الحركة وهذا الموقف يدل على نفسية هذا الطفل وطبيعة هذا الطفل ولكن هل تدرس هذه الظواهر هل تلاحظ هذه الظواهر كما نأخذ الطفل إلى الطبيب الجسدي هل نأخذه إلى الطبيب النفسي ثم واحد من الآباء يفكر في ذلك الأمهات يفكرنا في ذلك إحنا هل قمنا بعملية استبطان وفق هذه الظواهر التي نشاهدها أنه من نحن يمكن واحد يعيش مع ذاته ثمانين عام ولا يعلم من هو أخطر أنواع الجهل جهل الإنسان بذاته ما يعرف من هو في المواقف في المباغتات تظهر حقيقة الإنسان إحنا هل نعلم أننا نملك صفة الشجاع أو لا نملك لا نعلم ولكن إذا تعرضنا لموقف نكتشف هذه الصفة درجة إيمان درجة تقوان كم لا نعلم في موقف تظهر الدرجات تأتي قضية كربلاء واحد يطلع حرملة ابن كاهل الأسد واحد يطلع حبيب ابن مظاهر الأسد الطفل عند قوة شهوية ما يتمكن يسيطر على هذه القوة الطفل عند قوة غضبية ما يتمكن يسيطر على هذه القوة نفسه نفسه ضعيفة لأنه ما يصير توجه إلى النفس ما يصير شغل على النفس هذه النفس تبقى كما هي العقل ينمو الإدراك والمعارف تنمو البدن ينمو لكن النفس تبقى في نفس المستوى فهذا الإنسان الكبير هو في واقعه طفل صغير في نفسيته إشلون الطفل عبد لقواه الشهوية والغضبية هذا الإنسان الكبير أيضا نفس ذلك الطفل لكن بمظهر آخر بشكل آخر أيضا عبد لقواه الشهوية والغضبية هذا الإهمال وهذه الغفلة ما أعلم شايفين بعض الأطفال المعاقين ما ينمون من الناحية الجسدية عمرت من طعش عام مثل طفل عمره ثلاثة عام ما نمع من الناحية النفسية أيضا كذلك وهذه القضية قضية خطيرة إلى أبعد الحدود لأنه إذا الفرد ما رب نفسه ما هذب نفسه ما تمكن أن يخرج من تلك الحالة اللي كانت في طفولته بقي على عبوديته للقوة الشهوية والغضبية آخرته تصبح في خطار يعني هذه تعرض الإنسان والعياذ بالله لأن يخسر حياته الأبدية الذي جعل فرعون فرعون منك نفسه الحاكم الطاغ الذي جعل هامان هامان من هو نفسه الوزير الطاغ الذي جعل قارون قارون من هو نفسه الثري الطاغ الذي الذي جعل الشلمغاني هو الشلمغاني من هو نفسه العالم الطاغ ولذلك هذه القضية في الواقع تحتاج إلى مراقبة وتحتاج إلى مواضبة وتحتاج إلى برنامج ننتقل إلى الموضوع الثاني الموضوع الثاني ما هي الخطوات في هذا الطريق نذكر ثلاث خطوات الخطوة الأولى اليقض اليقض يعني الانتباح أن الإنسان يعرف أنه يعيش الخطر هذه قضية مهم هناك آيات في القرآن الكريم لعله يظهر منها هذا المعنى من جملة الآيات التي ربما يظهر منها هذا المعنى الله تعالى يقول المؤمنون لهم حالة إشفاق لعل المراد حالة خوف فمن الله علينا ووقان عذاب السمو حالة خوف الله تعالى في آية أخرى في سورة المعارج يقول إن عذاب ربهم غير مأمون آمن ماكو إطمينان ماكو إذا واحد كانت له حالة الإطمينان وحالة الآمن أنه لا الحمد لله إحنا من المتقين المؤمنين الصالحين أي خطر ماكو علينا ثق بالنفس بهذا المعنى أكو الإنسان الذي لا يخاف ولا يشفق لا يحذر أما إذا واحد عند حالة خوف تكون عند حالة حذر في حركته هذه الحالة يجب أن نوجدها في أنفسنا حالة الإشفاق وحالة الخوف التي يعقبها حالة الحذر هذه القضية المعروفة أنه قيل لسلمان لحيتك أفضل أم ذنب الحيوان الكذائي إذا واحد يطرح علينا هذا السؤال نحن نغضى ولكن سلمان قال إذا مررت على الصراط فلحيتي أفضل وإذا لم أمر فذنب الحيوان الكذائي أفضل من لحيتي عدنا في الأحاديث أحاديث كثيرة أن المؤمن دائما يجب أن يكون بين الخوف والرجاء حالة الخوف هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية برنامج علمي البرنامج العلمي مؤثر في النفس وفي الحالات النفسية العلم والمعرفة مبدأ من مبادئ الحالات النفسية القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم يوجب الخشي العلم الإلهي فالعلم مؤثر المعرفة مؤثر في دعاء كوميل نقرأ وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشع المعرفة تنتهي إلى الخشو المعرفة الصحيحة المعرفة الإلهية سابقاً ضمن البرنامج كان برنامج المعرفة الطلبة أول ما كانوا يبدأون كانوا يقرؤون كتاب منية المريد في آداب المفيدة والمستفيد للشهيد الثاني هذا كان هو البرنامج لهم في حياته لأنه في كثير من الأحيان واحد يبدأ بمنطلق معين برؤية معينة وإذا به ينتهي إلى حالة أخرى هذا الكتاب ضروري مطالعته مباحثته تدريسه البرنامج الخطوة الثالث برنامج عملي البرنامج العملي أنه واحد يحاول أن يكبح هذه النفس أحد العلماء كان يقول عن عالم من الذين انتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كان يقول في كل خطوة كنت أشاهد منه جهادا لنفسي يعني حتى عندما يجلس على مائدة الطعام في أكله يجاهد نفسه في نومه يجاهد نفسه هذا البرنامج العملي يعطي لهذه النفس قوة لأنه هذه الانتصارات الصغيرة تصنع ذلك المستوى وترفع المستوى وبالنتيجة تؤدي إلى صنع الانتصار الكبير أكو بعض الأفراد يذهبون إلى أبواب أخرى لتحقيق هذه الغاية نحن لا نحتاج إلى الذهاب إلى أبواب أخرى نحن إذا نعمل بما يوجد في فقهنا إحنا إذا نعمل بما يوجد في مفاتيح الجنان هي هذه كافية كبرنامج لتربية هذه الناس صلاة الليل من المستحبات المؤكدة وهي من أصعب الأمور على الأفراد كل لواحد عنده تجربة جديدة مع نفس يتمكن لما يتمكن عندما يخلي المنبه المنبه يدق قبل أذان الفاجر بعشر دقائق يقدر يقوم أو ما يقدر هذه تجربة جديدة تجربة للنجاح أو للفشل هذا الذي لا يتمكن أن يستيقظ من نومه هل يتمكن أن يثبت في ميدان الجهاد الذي يتمكن يضحي بنومه يتمكن يضحي بنفسه في سبيل الله هذه تجربة تجربة في كل الليلة واحد يتمكن يجرب نفسه يلاحظ مستوى ويرفع مستوى بهذه التجربة الليلة نحن لدينا خطوة أصعب من هذه الخطوة خطوة هي السيطرة على الجوارح وخطوة أخرى هي السيطرة على الجوانح السيطرة على الجوانح من أصعب الأمور الشيخ مرتضى الحائري لعله رحمه الله على ما أتذكر كان يقول أنا تمكنت أنه بالمجاهد أصل إلى درجة لا أبدي غضبي الإنسان دائما يتعرض لمواقف تثيره يتمكن يسيطر أو ما يتمكن أغلب الناس ما يتمكن أنا تمكنت أن أسيطر على غضبي ما أظهر ولكن ولكن السيد الخنساري المرجع المعروف رحمه الله وصل إلى درجة تمكن فيها أن يتحكم في باطنه فلا يغضب إذا يريد أن لا يغضب لا يغضب إحنا في كل يوم عندنا تجربة جديدة كل يوم عندما نصلي هل نتمكن أن نسيطر على فكرنا خلال أربع دقائق هذه تجربة متجددة في كل يوم ونجاح في كل يوم أو فشل في كل يوم الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا ميدان للجهاد مع النفس ولتنمية النفس إذا واحد يراجع الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجد فيها الكثير من هذه المفردات أحاديثنا مشحونة بأمثال ذلك الأشياء التي تعطي للإنسان قوة وتنمي نفس الإنسان وتطهر نفس الإنسان من المفردات الموجودة في الروايات والصعب إلى أبعد الحدود عدنا في الروايات أنه من علامات أهل الجنة على ما أتذكر أن لا يكلف أحدا شيئا نتمكن ننجح في هذا الاختبار أو لا نتمكن هذه كلها اختبارات تعطي للإنسان القوة في هذه الحياة الإنسان يجب عليه أن يطالع الروايات ويستخرج هذه المفردات ويحاول أن يعمل بها بقدر الإمكان السيد علي شبر رحمة الله تعالى عليه هذا تنقل عنه هذه القضية أنا لم أسمعها منه نقلها شخص عنه قال كان هناك شخصان حدث بينهما حوار في قضية مناقش إحدى ميادين الاختبار ميدان المناقش ميدان الجدع واحد ما يتمكن يتحكم في أعصاب ما يتمكن يتحكم في نفس بالذات إذا واحد يشوف نفسه على حق ويرى أن الآخر على باطن قال تحاور شخصان في قضية وأبدى هذا رأيه رأيه وذلك رأيه وكان أحدهما أعلى رتبة ومقام وعلما وفهما ومنزلة اجتماعية والثاني كان أدوى فذلك الأدوى احتد في البحث وأهان ذلك الذي هو أعلى منه رتبة وقال من أنت حتى تبدي رأيك في هذه المسألة وأهانه فذلك الذي كان أعلى رتبة سكت لحظة ثم قام واتجه إلى من هو أدون منه الرتبة وانحنى وقبل يده جماعة هذا الرجل أصدقاؤه هو يتأذ ثم خرج هذا الرجل وخرج منه الجماعة فقال فقال لهم أنا أعلم ماذا يدور في نفسكم الآن أنتو تفكرون أنه لماذا لم أرد عليه إهانة ولماذا ولماذا قمت وقبلت يده واعتذرت منه قبل يده واعتذر منه لأن البحث أغضبه قال أنا عندما أهانني ذلك الشخص نفسي قالت رد عليه بالمثل أنا قلت لنفسي لا أرد ماذا حدث قال كلمة وانتهت هذه الكلمة ولم تضرني هذه الكلمة شيئا نفسي ألحت رد فقلت لنفسي ما دام أمرتني بالرد أنا أريد أن أرغمك أنا الآن أقوم وأقبل يد ذاك وأعتذر منه نفسي قالت لا أنا انسحبت ما يحتاج لا ترد قلت أنت انسحبت لكن أنا ما انسحبت حتى في المستقبل لا تأمريني بمثل هذه الأشياء أنا أقوم وأقبل فقمت وقبلت يده واعتذرت أن البحث أغضبه نتمك بل إحنا الآن جالسين هنا نقول نعم ولكن عندما يدخل الإنسان في الميدان يقدر أو ما يقدر الجد رحمه الله ينقل عنه أنه كان يقول أنا أول ما دخلت إلى ميدان طلب العلم صممت على ثلاثة أشياء واحد منها اللا أجادلة أحدا أبدا الجدال غير البحث البحث هدفه الوصول إلى الحقيقة أما الجدال يعني إثبات الذات إثبات الأنا إثبات رأي الأنانية جدا خطير لعل منشأ جميع المشكلات الأخلاقية صفة الأنانية يعني الإنسان يجعل ذات محور وينظر إلى جميع الأمور من خلال ذاته الإنسان عندما يدخل في ميدان التنافس اجتماعي عندما يدخل في ميدان عداوة اجتماعية أو يدخل يقحم هناك حديث عن أمير المؤمنين صلى الله عليه مضمون الحديث على ما أتذكر من يخاصم لا يتق الله اللي يدخل في ميدان الخصوم كل واحد عنده خصوم من نوع معين التاجر له نوع من أنواع الخصوم العالم له نوع الموظف له نوع كل واحد الله سبحانه وتعالى يبتليه بشكل معين يتمكن أن يحفظ ذاته لوم يتمكن الله تعالى في القرآن الكريم يقول لعله إشارة إلى هذا المعنى أن تكون أمة هي أربى من أم حتى تلك الجماعة لا تتفوق علينا إذن اعمل ما يحل لك حتى فلان اللي هو منافس إلي لا يتفوق علي أعمل ما أشاء أحيانا واحد لا يتق الله في المنافسة الاجتماعي وأحيانا نفس المنافسة تكون هي المحرك هذا خطر آخر يعني لا يتجاوز الحدود الشرعية لا يكذب لا يغتاب ولكن محرك هو المنافسة المنافسة الدنيوية مو المنافسة الإلهية الحقيقية يعني فلان لا يتفوق علي هذا هو المحرك والباعث الله سبحانه وتعالى العمل الذي ليس له لا يقبل الله تعالى الأعمال مو مهمة عنده الأعمال الضخمة مو مهمة عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يهمه الباعث والنية والمنطلة هذه المجالات العملية كلها ميادين لاختبار النفس ولتربية النفس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنا فأنارتي الأفهم أسرق بالمحمة بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي